اسمه احمد المبرقع يعني كان عضو برلمان وسافر راح ما عارف بعد هذا اخ يعني عمل بمسألة الرواد وصار الامر والتشرع ومجلس قيادة الثورة وافق والبرلمان وافق واعطونا قطع الاراضي اليومك هذا ما موجودة ليش بينما لاعبين اخذوا بطولة ثانية ومنطورة يعني احنا اللاعبين القدامة اللي حققنا حققنا انجازات كثيرة وحققنا بطولات كثيرة ورفعنا العلم عاليا وانعزفلنا السلام الجمهوري كم وزير شباب ورياضة مر على الوزارة وعمل في مجلس الوزارة مو كلهم حصلوا قطع الاراضي يعني ليش اللاعبين ما يحصلون قطع الاراضي فاني اناشد والله اناشد الاستاذ الخلوق والمحترم محمد الشياع السوداني لا تستدير للكلام اللي يقسم من حولك تابع الرياضين بمجهودك الشخصي لان ذولة الابطال حرام يطلعون يتظاهرون اكثرهم مرضى واكثرهم يستحقون لاحد يجي يقول لك هذا مستفيد وهذا ما مستفيد كلهم ذولة اللي قاعد يشتغلون هدسة بالرياضة وصاحبين مسئولية لا يستحقون هذه المناصب لا يستحقون هذه المناصب على حساب الارضال وعلى حساب الرياضيين الحقيقيين الذين مثلوا العراق فاتمنى من رئيس الوزارة او رئيس الجمهورية وبالاخص يعني خديني اقولها استاذ محمد الحلبوسي ان يهتموا بشريحة الارضال والرياضين الذين انغدروا خلال هذه الفترة انغدرتوا؟ انغدرنا طبعا زيان ممكن اسئلك عن شخص انا اشاهد جاي يعمل ممكن تتواصلون ويا وهو قريب على دولة رئيس الوزارة وانت وكابتن بازل وفدربع اشخاص اروح التقي بدولة رئيس الوزارة واشرح لك من هو؟ الاستاذ خالد قبيان والله يلتقي لنا بالرجل يعني حقيقة يعني امان تالله انه يشوف الرجال لا لا للامانة الرجال محترم ويسمع ويقدر وقريب على دولة رئيس الوزارة للامانة هو في رمضان سوانا وجبة فطور الرجل يعني مشكور للامانة احنا نحشد الى كل عليك الرجل سوانا وتكلمنا معاه لكن انت تعرف هو اهم يعني من صار قريب على رئيس الوزارة يعني هم مشاغلة هواية لكن ان شاء الله يعني لربما احنا هم نقول ونقل التحية من خلال شاشتكم اني تابع هذا الامر لان هذا الامر يعني حرام ذول الارطال والرياضيين يعني لحد الان صارنا ثلاثة شهر المنحة واقفة يعني ماكو زين قطع الاراضي ماكو يعني شنو ذا نبني